أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر أهلا بيك يا مارينا أهلا فرحا النهاردة يا مارينا هنشوف المفروض يعني يبقى الله عارف بكل حاجة فيقول التعليم بتاعته اسم الحلقة النهاردة اسمها آيات تحت الطلب تخيالي الله يبقى مستني الحدث يحصل عشان يقوله هو طبعا الرسول يعني طبعا يطعن في الوحي نفسه طبعا ده مش وحي ده أنت مستني عشان تجيب لي آية مستني الحدث يحصل عشان يجيب لهم آية طيب لو دخلنا على النساء 95 اللي هي بتبتدي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير يقول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وتكملت آية الآية في تفسير ابن كثير يا جماعة البخاري قال إيه عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دع رسول الله صلى الله عليه وزيدا فكتبها خلاص نزلت اكتب يا زيد تاك 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 ابتدى يكتب الآية طيب فجاء ابن أم مكتوم الرجل الضرير فشكى ضراراته قال له طبعا أنا أعمى رسول الله أنا مش هطلع برا للجهاد ولا هقدر أعمل حاجة فأنزل الله عز وجل غير قولي الضرر يبقى إيه يبقى الغيط لا يستوي القاعدون من المؤمنين ويكمل بيكمل فقال له بس أنا رسول الله يعني أنا زنبي إيه في الموضوع ده أنا نفسي أبقى برضو يعني لو هو ما روحلوش ما كانتش هتنزل ما كانتش هتنزل أصلا يعني ما استني بالظبط فقام رايح فنزلت الحتة الصغرنانة دي فتحطت في الآية جيبريل جي مخصوص عشانها يا ليه يا جيبريل تاخد المشوى ما توفر يا عامل وفر الطريق طويل قوي لو الرجل ده مجاش ما كانتش لو ما كانش في الوقت ده الرجل ده وما الجاش ما كانتش هتنزل ولو ما كانش قاعد هو ده مش قاعد ده كان سمحها سمع الآية بتتقاعد راح الجهل للرسول قالك فجاعد يعني برضو لو ما اسمعش بالآية كان وضعه هيكون إيه فاتفق الفقهاء ولا اتفق طالله لا فأنزل الله دي أسباب النزول آه يعني مثلا نفترض إنها ما نزلتش كان حيعملوا إيه كان حيعملوا هما بقى يعملوا تشريح هو الوحيد آه خلينا كمان نشوف في صورة الأحزاب 35 بتقول إيه أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات خليك معي والخشعين والخشعات والمتصدقين والمتصدقات استني ما تبشي إيش خليك والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والزاكرين الله كثيرا والزاكرات والزاكرات ده بيملة ملو يقول لك إيه خلينا شوف تفسيري بني كثير ليه شمعنا المرات يفيدل يقول المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ليه ما كله مفروض يعني يعني هو أصلا يعني في اللغة العربية لو خمسين رجل قاعدين وواحدة ست بس قاعدة بيقول بيسي خليل بذكرة وده بيشمل لك كل مفروض لكن في واحدة بيقول لك إيه في التفسير عن أم سلام أنها قالت قالت للنبي يا نبي الله ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرنا راح قال لها استعني حاضر عناية عجب لك الآية فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلا أخر وبعدين شوية كده نمشي في التفسير ولك عن أم سلام رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أيذكر الرجال في كل شيء ولا نذكر فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات إلا أخر يعني أنا حارفكو بك يعني أنت دي يعني يعني أنت حسب الطلب حسب الطلب تحت الطلب هي بتقول لك إحنا ليه مش مسكولين متضايقة منك شو يا رسول الله أنا مش في الأقية بس كده استاني هي سهلة أوي ده إحنا إياك المؤمنين طب خليها المؤمنين المسلمين المسلمين هنخليها المسلمين قانتين قانتها إيه يعني نتعدنا في إيه تحت أمرك يا مسلمة طيب في صورة البقرة يا مارينة قد نرى تقلب وجهك البقرة 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة طردها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين قوتوا الكتاب ليعلاموا إنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون دي آية المفروض على الرسول بيقول إن الرسول قاعد يعمل كده يعمل كده وكل ما يجي يصال يعمل كده طيب ابني كثير بيقول إيه بقى مارينة بيقول عن ابن عباس كان أول ما نشخة من القرآن القبلة الرسول كان بيصلي ناحية ناحية بيت المقدس بيت المقدس أو هنخليها أرشاليم يا مسلمين اسمها أرشاليم عشان تبقوا عارفين أه بس في التفسير كان بين بيت المقدس أنا بوضح لهم يا مارينة أه وذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس يبقى كان بيستقبل بيت المقدس أو أرشاليم بن قسين ها ليه لأنه عايز عشان اليهود عشان يجاري اليهود ينافق اليهود ينافق اليهود ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله بضعة عشر شهرا يعني كم يعني سبعتاشر شهر خمستاشر كده يعني وكان يحب قبلة إبراهيم قبلة إبراهيم متدايق متدايق أن نفسيتي تعبانة من الإسلوب بتاعك ده الله فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فأولي وجوهكم شطره فارتاب من ذلك اليهود ابتدوا يشكوا فيه بقى ده طول عمرنا في كل الأنبياء الاتجاه ناحية أرشاليم إيه ده إيه اللي خليك تغير الدنيا كده وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمهام برضي يعني نسلة آية تانية قل لله المشرق والمهام رجع في كلامه ليه مش كان بيصلي ناحيتنا قال له طب بقول لك طب قل لله المشرق والمهام طب ما تخليه طب ما تقول لي محمد ما تقول لي محمد ما أنا ليه المشرق والمهام هتفرق إيه معك يا محمد وقال فإنما تولوا فثم وجه الله في سلطة البقرة 115 وقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ودي فيها مشكلة كبيرة جدا إن الله ما كانش عارف من اللي بيتبع الرسول ولا مين اللي ما بيتبعش فعمل كده مخصوص يقول لك إيه لنعلم هلا الله بيعمل حركة كده معينة علشان بيها يعرف يعني هلا الله زينا كده البشر لا طبعا مفوض ربنا عارف كل أسرارنا وكل دواخرنا وتفكيرنا بالضبط وبعدين بيكمل في التفسير عن ابن عباس قال كان النبي إذا سلم سلم من صلاته عليه السلام عليكم وكده إلى صلاته من صلاته إلى بيئة المقدس كده وهو كده في بيئة المقدس عمل إيه رفع رأسه إلى السماء كده بقى برضه ها فأنزل الله فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد إلى الكعبة إلى الكعبة ها إيه المهم يعني هو دي كل الحكاية إيه بقى كانت الآية حتى القبلة على حسب الطلب بتاعه صح حتى القبلة بتاعته كانت على حسب الطلب هي دي المكان المكان اللي كان حوالي الأصنام على فكرة وكان الرسول بيدي لو هو ده بيت الله بحقه حقيقي كانوا بيتفع راع حوالي كذلك لو كان بيت الله يا مارينة بحقه حقيقي كان يدي ظهره الفترة اللي فاتت دي كلها للكعبة يا وهو على المزاج بقى وحسب الطلب حسب الطلب حلينا نشوف سورة النور ستة بتقول ايه والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصديقين الكلام ده طبعا صورة النور ستة دي لها اسباب نزول وكل طبعا ده احنا يعني النهاردة ايات تحت الطلب او حسب الطلب احنا بنوريكم ان الايات دي كانت تحت ايه كانت تحت الطلب سبب نزولها وطبعا اي حاجة فرحة سبب نزولها يعني كانت ايه كانت بسبب حاجة حصلت تحت موقف او اسمها اسباب نزول على ابن عباس ان هلال ابن قمية قصف امرأته عند النبي بشريك ابن سبحاء فقال النبي البينة او حد في زهرق يعني قالو يا تجيب اربع شهود يا انت اللي هاتتجي لتفضل حد في زهرق يعني حد القصف حد في زهرق هو اللي هاتجي لت عرفك كده يعني هو بيهددو اه مش بيهددو هو قالو هات البينة طب وهيجيب للبينة ازا اه ما قالو البينة حد في زهرق طيب فقال الرسول الله إذ رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البيانة فجعل للنبي يقول البيانة وإلا حد في ظهرك أنا ما أعرفش غير كده البيانة بعدين فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن يطلبه الله في أمر ما يبرق ظهري من الحد فنزلت والذين ياربونك الرجل كان عارف أنه حينزله الآية قاله تجيب لي دلوقتي آية مش دعوة تبرقني أصلي البيانة البيانة إزاي ما احنا بنقول يا مارينا أني فعلا ما ينفعش بيانة إزاي يوم أربع أربع شروط كده لازم المسلمين ومش عارفة مين وإيه 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 ويكون المروت في المكة أربع شهود أدول مشهود ليهم يعني هيجيبها إزاي هيشوفوا هذا المشهد وهيشوفوا من أربع زوان مختلفة وعلى فكرة طلع أن فعلا الست دي زانت فعلا هي زانية آه بس هو ساعتها الرسول بيقوله إيه البينة وإلا حد في ظهرك يقوله طبعا لسه يتكلم يقول بينة وإلا حد في ظهرك قال له لا خلاص أنا ما ليش دعوة أنا لينزلنا لأن هم عارفين أنه هو هينزل لهم آية لينزلنا لينزلنا الله في أمر ما يبرق الظهري من الحد فنزلت الآية طيب يعني كده يا مارينا ودي شكرا أنك قلتي أن فيه طبعا مش كل آيات القرآن يا جماعة ليها أسباب نزول فيه آيات معينة يا جماعة اسمها أسباب النزول للآيات كذا بس كانوا بطلبوا زي مثلا زينب بنت جحش لما جات تجوز كانت طالبة آية برضه بالضبط ولما حب يجوزها ابنه بالتبني نزل لها آية هم عادين قالت له يعني هأأمر في نفسي يا رسول الله لينزلت الآية 36 في صورة الأحزان قالت له أأمر في نفسي قلت له مش عايزة تجوزه ما لسته بناكحة أأمر في نفسي راح قال لها إيه قال لها من يعصى الله ورسوله فقد دل دلنا مبيل صح اسقضى الله ورسوله أمرا لا يكون لهم الخير في أمرهم ومن يعصى الله ورسوله ده أسباب نزولها إيه إن قلت له لأ واللي وهابت نفسها أه للنبي فجات عايشة قالت إيه ده هو في إيه وبنت أنس وقالت إيه الكلام ده على طول إني أرى ربك يسارع في هواك أه شو فيه حتى عايشة عارفة إن الرسول الله بيسارع ليه في هواي طبعا في الجواز ووهابت نفسه مناكحة للنساء وكده هواي هو يعني لكن عمومي الناس كانت عارفة إيه كانت عارفة إن الرسول بينزل آية حسب الطلب الطلب اه فيعني يبقى كده بسرعة يا مارينا نراجع الموضوع لأخواتنا المسلمين النقطة اللي احنا قلناها اه يبقى أول نقطة اللي هو لما الراجل الضرير اللي انت عارفه صحابي اللي هو نزلت الآية 95 في صورة النساء ومجاش اسمه فيها أو حالته فيها فلما قال خلاص ضفتها بعد ما نزلت الآية بعد ما قلت الآية الأولانية دي نمر واحد نمر اتنين تفضل هو اللي طلب يعني هو اللي طلب الآية قال له وانا يا رسول الله وانا يا رسول الله بس كده نزل له الجردل وانا يا رسول الله استنى أما أجب لك الآية اللي بعدها كان اللي بعدها قد نرى تقلب بتايا لي قد نرى تقلب وقت لما السادت قلت لحنا مش بنزكر في القرآن بالزرق قال له هاتي ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقاندين والقاندات إلى آخر الكلام بيكتر 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 عشان الصفحة تتنالي اه وإحنا شايفينك قد نرى وكهك بالزرق تقلب في السماء ولا تقلب بكك في السماء استنى أنا أوليك قبل ترضوها يعني هو اللي ماشى على هوا الرسول بالزبط وفي الآخر اللي هو التلاعن التلاعن ده هو اللي ايه ملعنة أو الملعنة قصدي اللي هو عن اللي محلش مشكلة حط الناس في مشكلة أكتر وكتير يا فرحة كتير يعني الآية المشهورة بتاعة تابة شادي أبي لهب وتاب دي انت عارف أسبابها ايه أن طلع عام الرسول ورح جمع الناس ورح قال لهم لو أنا أخبرتكم أن كذا هيحصل وكذا هيحصل فعام رح قال له ايه تبت ايه يدك أجمعتنا لهذا يعني شتمه قال له تبت يدك أجمعتنا لهذا رحت ايه رح هو يرد عليه يعني دي أسباب النزول برضو تبت يدي أبي لهب وتاب يرد الشتيمة طب والخمر شوفي على الثلاث مراحل المرحلة الأولى يا جماعة لما حصلت حصل الموقف بقيت مع عمر قال بقى دينا بيانا شفاء خلاص لا في الأول الأول أصلهم كانوا بيذكروا وبيصلوا فابتدوا يقولوا كلام ومرة تخنقوا مع بعض ومرة مش عارفين قال لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم ثقارة يعني بعد ما يخلصوا الصلاة لا يشعر يروحوا يروحوا بقى يشربوا وغير 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 كل ما يحصل الموقف تيجي الآية تغطي عليهم وبعدين راح أقلهم لو حصل كذا تعملوا كده مش بيستني الناس تعمل وبعدين يقول بالضبط لو حصل دي تعمل كذا وكذا وكذا ولو تعمل دي يا موسى الناس لو عملوا دي الحل هنا لو عملوا دي عقوبتها كذا شوف العكس تماما يا فرحة قبل ما يقول قبل يعني خاد الشريعة كلها من ربنا العكس شوف ربنا كان بيدي الشريعة وعارف الناس ممكن تعمل ايه وما تعمل شي ايه ولو عملوا كده انت هتعمل ايه الحكم متاح ايه وده العكس يستنى الناس تعمل وبعد كده يروح مننزل الالاية صح صح عكس الكتاب المقدس هل تفتكر ان ده نفس الاله مستحيل طبعا يعني هنا الاله لازم الحكاية بالزبط بيقالولوا ايه ان عدد من عدد النساء التفسير ابن كثير للسلطة الاربع لم تذكر في الكتاب الكبار والصغر راح قالهم ولا لم يحدنا يعني كل ما يسألوا في حاجة يقول افتكر لنا الله يخليك رسول الله اما ما ادخل لنا فين عدد الصغر استنى جبها لكم طب فين كذا استنى حطها هما اللي عملوا الاسلام طبعا بالطريقة دي يعني دماغه ما كانتش جايبه كتير هما يطلبوا يسألونك بس اي حاجة اطلب يا حبيبي عموما يا مارينا الوقت خلص احنا عايزين انا بشكرك جدا يا مارينا وخدوا بالكم يا جماعة القرآن عبارة عن معظم ايات تحت الطلب ونشوفكم في الحلقة القادمة من الاسلام تحت المجهر